السلام الله عليكم يا أشاعر تقولون أن ظاهر آيات الصفات هو التشبيه والتجسيم وهذا كفر نسألكم هل النبي عليه الصلاة والسلام علم وفهم وتفطن إلى هذه المسئلة؟ هل النبي علم أن آيات الصفات ظاهرها التشبيه والتجسيم وهذا كفر؟ إذا كان نعم فهل نبهنا وبينا ووضح وشرح ونبهنا من هذا الشيء؟ أم لا؟ إن قلتم نعم هاتو برهانكم إن كنتم صادقين إن قلتم لا إما أن النبي تركنا على الكفر ولم ينبهنا وهذا أمر يترتب عليه جنة أو نار وترتب عليه استحلال دماء ونوقع في هذا الأمر إذن يا أشاعر ويقولتم لا النبي لم يتفطن ولم يتنبه لهذه المسألة فأنتم أعلم من النبي بصفات الله وبكتاب الله لأنك من تم تفطنتم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتفطن اختاروا إحدى الأمرين إما أن النبي عليه الصلاة والسلام تفطن لهذا الأمر وعرف وعلم أن آيات الصفات ظاهرها التشبيه والتجسيم وهذا كفر ولم ينبهنا عن ذلك وهذه الخيانة وهذا تخبر للرسول عليه الصلاة والسلام وحشاه بأنه لم يبين ما أنزل إليه من ربه ولم يبلغ لسلاة الله وإن قلتم الله وتفطن وبينا لنا هاتوا برهانكم وكنتم صادقين وإذا قلتم أن النبي لم يتفطن ولم يعلم فأنتم جعلت أنفسكم أعلم بالله وبكتاب الله وبسنة رسول الله من الرسول عليه الصلاة والسلام ذاته فاختاروا أحد الخيارات عندكم ثلاث خيارات اختاروا أحلاهم وأحلاهم مر وكل واحدة مر من الآخر يلا قالوا نبدعاتكم في الزحليق